المهندس متحة الورداني هنا الخطأ وانا قلت لهم وقلت الكلام ده لمتحة الورداني قلت له يا كابت المتحة معلش احنا لازم لان في الوقت ده هم كانوا بيتصلوا بي حقيقة عشان امسك النادي الاسماعيلي كمدير رياضي تعرف التايتل بتاع المدير الرياضي وانا كنت وقتها في المغرب واتصل بي المهندس محمود عثمان والمهندس ابراهيم عثمان ومهندس احمد عثمان على اساس ان ازاي يمكن انقاذ يعني انقاذ ما يمكن انقاذ وهنا بقى بدينا نتكلم على اهمية التواجد لكن بصورة سليمة ازاي يا كابتن متحة وده انا قلت لكابتن متحة الورداني ازاي انا وظف امكانيات نجوم النادي الاسماعيلي عشان يخدمه النادي الاسماعيلي في غاية الاهمية فكان تصوري في الوقت ده الاسماعيلي محتاج عيون كشافة كشافين للبحث عن اللاعب لعيبة صغيرة وناشئين ولعيبة في مختلف اندية الكرة المصرية عشان تطعيم النادي الاسماعيلي وده الاسماعيلي عمله امليكيدي وكالتجربة رائعة رائعة طب مين يعمل الشغل ده فهنا كان جوابي ان اللي يعمل الشغل دي الشغلانة دي علي ابو كريشا كفجر في النادي الاسماعيلي وفي نفس الوقت عيونه كويسة على اللاعب ويقدر يعطي بامانة وبصدق الكواليتي الاسماعيلي محتاجة محتاجة في الوقت ده تمام فقالوا طب معالي هيبقى رئيس اللجنة الفنية قلت لهم في الوقت ده برضو علي كعمل اداري لا اعتقد هيعطي النادي الاسماعيلي كل قدراته لكن كعمل فني كشفي لاكتشاف اللاعبة هنا المكان المناسب هنا المكان المناسب عايز السفيد بنجوم النادي الاسماعيلي بمختلف اعمارهم في عمل توليفة قوية توزعهم يتفرجوا هنا وهنا وهنا بالزبط تمام يعني على اساس ان انا ابتدي اتعامل مع بس هاد ده يا كابتن ونسا ما ينجد الفريق قولي انت هتاخد مواهب اي لكن مواهب مراحل السنية مؤكد ما هيش رائع اه رائع باسم وانا جاي لك بتاعي تنجد انا عايز 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 احدد اختصاصات وعايز يبقى فيه على الاقل وضع اللاعب الشخصية المناسبة في المكان المناسب وهنا لازم ابتدي اتعامل معه موضوع اللاعب النجم او اللاعب اللي هو يفيد النادي الاسماعيلي بعيدا عن فكر السمصار يعني السمصار عايز يجيب لعب اضروا بالنادي السمصار جدا انا شايف ان دي المرحلة التالتة من انهيار او سوء نتائج النادي الاسماعيلي تدخل السمصار وفتح الباب على مصرعي للتصرف في شؤون لاعبي بيع وشراء لاعبي النادي الاسماعيلي من خلال السمصار من خلال السمصار غلطة ادارة ده وضع طيب ازاي انا اسمح له ازاي انا اعطيه الفرصة انه هو يشتري ويبيع لعيبة انا مش عارف طيب ازاي انا اسمح